المواطنين فقر بلهم ما فيش عندنا لجيش ولا شيء لا يبدو الموت هنا أكبر الخسارات فالأقسى من ذلك هو أن يصبح الموت هاجساً يأكل روحك ويلاحقك من قرية لأخرى أو أن تتآلف معه هاربون من الموت من قرائهم ومساكنهم لكن قدائف الميليشيا لم تمنحهم فرصة للنجاة فما سار منه إلا يستحدث الغنم والبغى حقهم وتدميرهم بأكملهم وسياراتهم السيارات اللي يمشوا عليها رصدها بدقة وفربها ويدعي أنه قتل من قتل الجيش ولكنه لا يقتل الجيش وإنما يقتل المواطن قرية شليلة في حرض بمحافظة حجة التي تقطنها عشرات الأسر من أبنائها ومن النازحين في القرى المجاورة كانت شاهدة على موجات العنف تلك حيث قتلت ميليشيا الحثي أربع نساء وأربعة أطفال وأصابت 12 آخرين بجروح مختلفة جراء قذيفة هاون القصف تسبب أيضا بنفوق أكثر من خمسين رأسا من مواشي المواطنين واحتراق سيارتين في حجة البعيدة عن الاهتمام القريبة من الانتهاكات والمعاناة الإنسانية يبرز وجه آخر للمأساة وهي مأساة المناطق الحدودية التي باتت منطقة تماس وصراع بين كلا الطرفين وواجهة لآلات الدمار فقبل هذه الجريمة كانت هناك جرائم أخرى استهدفت خلالها ميليشيا الحثي سوق حيران حجة بقصف مدفعي وشنت قصفا بصواريخ الكاتيوش على المنازل في مديرية الغيل بمحافظة الجوف هنا لا يمتلك النازحون في هذه المناطق إمكانيات لمواجهة قسوة الحياة نتيجة عزوف المنظمات الإنسانية والحقوقية عن الوصول إلى هذه المناطق جراء العمليات العسكرية لتتضاعف معاناة النازحين بسبب غياب الرعاية الصحية من انتشار الأمراض المزمنة والمختلفة مثل الكوليراء وسوء التغذية والفشل الكلوي والملاريا وحم الضنك كما أن المدنيين الواقعين تحت خط النار وفي مناطق التماس لا يحضون بأي وسيلة حماية في هذه المحافظة إحصائيات أربعة أعوام حرب كما وثقها تقرير اتلاف منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة يقول إن قرابة مئتي ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشي الحوثي بحق أبناء المحافظة خلال أربعة أعوام لتتربع حجة على صدارة المدن المنكوبة بالحرب والانتهاكات والإهمال